موسيقى السلام عليكم ورحمة الله كثير كثير طلبة جدني عشان اشرح لكم سلفة مفاتيح الاسكن السري فلو انك مش شري للبتل باس ولو انك خلص 60 تحدي اسبوع على الاقل فرح تاخذ الاسكن المخفي او الاسكن السري في كل اسبوع في فورتنا تنزل 7 تحديات جديدة والاسكن السري يطلب منك 60 تحدي عشان تاخذها يعني 9 عسابيع على الاقل وحاليا في 63 تحدي بالضبط خلص منهم 60 عشان تاخذ الاسكن السري ومثل السيزن الماضي الاسكن السري لها اشكال اكثر من شكله مرحلة الاسكن السري وهو الشي اللي للأسف استغل لكثير يوتيوبر عشان يسووا clickbait ويقولوا ادخل عشان تحصل لمرحلة ثالثة ادخل عشان تحصل لمرحلة الرابعة بس اللي لازم تعرفوه انه حاليا مافي الا مرحلتين بس للاسكن السري المرحلة الاولى هي الاسكن نفسها والمرحلة الثانية تاخذها عن طريق انك تلاقي المفتاح الاول للاسكن السري طيب هل بيكون في مراحل اكثر طبعا بيكون بس لسه ما نزلت اتوقع انها بتنزل كل اسبوع لانا السيزن لسه مطول باقي اسبوع العاشر وبعد اسبوعين تقريبا فاكيد اللعبة رح تنزل مفاتيح واحد واحد طيب وحاليا دخلنا نركز على المفتاح للمرحلة الثانية الوحيد واني في البداية عشان تاخذها لازم تلبس الاسكن السري البس الاسكن ودخل لأي مود مثل السولو ان صحك تدخل لامودر عيسية سولو دو او سكواد عشان تقدر تنتحر بعد ما تاخذ المفتاح ولما تدخل القيم عندك مكان واحد تروح له هو قلعة بولار بيك القلعة اللي كان مسجون فيها الاسكن السري القلعة هذي موجود فيها المفتاح واللي اذا شلتها رح تقدر تفتح القفل الموجود على وجه الاسكن المخفي صراحة معرف قصة الاسكن بالضبط او شو السبب اللي خلاه يطلع بس اللي فهمت ان الاسكن هذي يعتبر ملك النار وسكن الترمية هو ملك الجليد وشكله ملك الجليد كان حابس ملك النار او شي كذا ولو لاحظو كان في بيتنا نينجا من الاسكن السري فمعرف لو بيستخدمهم استقبلا ممكن يسوي حلقة التحريات اكتبوا لي في التعليقات لو بدكم تشوفوا حلقة السيزين الثامن المهم لما توصل لبولر بيك انزل فوق القلعة وانزل من السلالم رح تلاقي مكتبة وجمها على طول الطاولة ولي فوقها مفتاح الاسكن السري شيل مفتاح هذا وعلى طول رح ينشال القفل اللي كان على وجه الاسكن وبتكون فتحت المرحلة ثانية وبعدها انتحر او خلص الجيم لانك لو طلعت رح يعيد لك من اول ولما ترجع رح تلاقي انك فتحت المرحلة ثانية والناس ما قدلكم لا حد اخرط عليكم ترى مافي الا مرحلة ثانية بس وباقي المراحل لسه ما فتحت خليكم فعلين جرس لاني ما ينشر باقي المراحل اول ما تنزل فتاكنكم فعلين جرس عشان ما تعمل نفسكم انتو الدورو وهذا مقطع اليوم لا تزيل اللايك ولا تشارك لو ما شاركت ولو حبت دعم لي بتقدم تستخدم كوديل المتجر واللي هو سيو اس اي او ثلاث احرف بس حط عندك كل ما تشاري اي شي فانتك تدعم القناة كان معكم سيو ومع السلام موسيقى 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 موسيقى